بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لابد بادئ ذي بدء من كلمة تشير إلى حالة وواقع هذا الزمان الذي فيه نفكر في ترشيح واختيار إنسان للكهنوت يشكل الزمن الحاضر انقلابا رهيبا على كل شيء فالمفاهيم تغيرت والمقاييس تعدلت وتبدلت وثمت أعراف زالت تأخر النضوج والنمو العاطفي والعقلي اليوم طال زمن المراهقة ازدادت حدة ثورة انتفاضة الجسد اختلط الغرام بالتحسيل الدراسي وازداد الفقر مع تضخم العملة الوطنية في لبنان تدنت الكتابة السليمة والأدبية بين الناس بين الطلاب في المرحلة الثانوية وما قبلها وفي المرحلة الجامعية أيضا وما بعدها في الحياة العام ارتفعت نسبة الطلاق وهذا يشير بوضوح إلى غياب مفهوم أصيل عن الزواج ازداد شرخا وعمقا البون بين لغة الكنيسة ولغة أبنائها فلا تبدو الكنيسة بنظر الكثيرين تعرف أن تحاكي أبنائها في العالم وأبنائها في الوقت نفسه لا يحملون لغة الكنيسة عندما يتكلمون معها ازداد التمرد على الوالدين انتشر ضياع رهيب وعدم وضوح رؤية في دنيا الأبناء والآباء تغيرت مفاهيم اللباس انتفت الحشمة إلا في موسم الشتاء كثر تعاطي المسكنات بين الناس الأمر الذي لم يكن يعرفه الإنسان قبل قرن من الزمن وأخيرا وليس آخرا تناقصت أعداد المصلين في الكنيسة على نحو رهيب فإذا جاز القول الذي قاله كبير في الكنيسة أن خمسة بالمئة من الناس يأمون دور العبادة فهذا يعني أن الكنيسة مجرمة لأنها لا تفتش عن الخمسة وتسعين ورغم هذه الاعتبارات التي فيها نصف واقع الزمان وهويته فإن سننا الشموسية عندنا ما يزال خمسة وعشرين والكانوت الثلاثين والأسقفية خمسة وثلاثين وفي اعتقادي يجب زيادة خمس سنوات على كل رتبة من الرتب الثلاث في كل الأزمان ومهتمة تبدلت الأحوال ينبغي أن يكون قلب المرشحين للخدمة الكهنوتية مسمرا على عشق المسيح وأن تكون أولوياتهم بارزة بمعنى أنها محصورة في شخص المسيح وأفكارهم تتحلق حول أفكار المسيح وحول محبي المسيح وإلا فإن أي اختيار لمرشح لن يكون مرضيا لله فحسب بل سوف يتسبب للكنيسة بدمار مروع مدام حيا يزاد عليها التأثيرات السلبية التي لا يمكن اقتلوعها من أبناء الرعية والتي قد تكون دخلت إلى نفوسهم بفضل هذا الكهن ولا بد من القول أيضا أن غاية الكهنوت ليست هي إقامة الأسرار المعروفة المعمودية الزواج وصلاة الدفن طبعا صلاة الدفن ليست سرا أو إقامة القداس الإلهي فهذه تأتي تباعا في حياة الكهن ولا يمكن أن يستنفذ إجراؤها المعنى الأعمق للرسالة الكهنوتية بداهة أن عشق المسيح ومحبته لا بد أن يتجليا في كل من يرشح للكهنوت إلا أن عشق المسيح يلزم هذا المرشح بعلاقة حميمة أيضا مع الكتاب المقدس إذ ما قيمة الكهنوت إن كان الكاهن يجهل أفكار الله ما قيمة الكهنوت إن كان ليس عند الكاهن رغبة أو قدرة كي يحث أبناء الرعية على محبة إرادة الله والإقبال على الكتاب المقدس وهكذا تدعى الكنيسة بمسؤوليها للتنبه كثيرا عندما يؤتى بمرشح للكهنوت إذ ينبغي أن يفحص فحصا عميقا جدا طبعا لا يكتفي هذا الفحص بجلسة نص ساعة ولا بد أن يشهد على هذا المرشح أبن قديس معروف جيدا بحسن سيرته وحبه للسيد نأتي الآن إلى صعوبة اختيار كاهن لرعية اليوم إنه في الحقيقة سؤال صعب وجدي وخطير بامتياز فالكلام عن مرشح للكهنوت هو كلام عن إنسان ذي صفات كثيرة ينبغي أن تتوفر فيه وبالتالي علينا التفتيش عن مرشح للكهنوت بالمعايير التي تكلم عنها بولوس الرسول في رسائله يحتاج اختيار الإنسان للكهنوت إلى مراقبة دقيقة وحثيثة لسيرته والوقوف بداهة على ماضيه لا بد أن يلاحظ التصاق هذا الإنسان بالكنيسة أو عدم التصاقه بها لا بد أن يكون أهله على التقوى ومحبة الصلاة والكنيسة لا بد أن يكون هذا المرشح محباً للمسيح على نحو ملفت للانتباه محباً للصلاة إماماً للصلاة حتى وهو علماني محباً للكتاب المقدس عاكفاً على القراءات الروحية ينبغي أن يكون فيه شيء من الذهبي الفم الذي كان يطالع العهد الجديد أكثر من مرتين في الأسبوع وينبغي أن يكون ذا سيرة فاضلة أميناً صادقاً محبوباً محباً عفيفاً مؤتمناً على كل شيء من القريب والبعيد وينبغي قبل اختياره مراقبة والديه كما أسلفت والتدقيق في ماضيهم وفي الأبناء الذين يرتبطون بهم كذلك لا بد من الانتباه انتباهاً عميقاً جداً إلى من سوف تصبح الخورية فهذه يجب أن تكون شريفة عفيفة طاهرة تحسن رعاية أولادها مشهوداً لها من أبناء الرعية وأن تكون قصيرة اللسان لا تعرف أن تسب أن تشتم أن تقول تنقل أخباراً من هنا ومن هناك طمعاً في مصلحة ضيقة لا بد أن تكون هذه المرأة أيضاً من الضيافة ومحبة للجميع فبيت الكاهن مفتوح ولا يستطيع هذا الكاهن أن يكون زوجاً لامرأة بخيلة لأن واجب الضيافة التي بها استضاف قديسون وجه الرب تكون الكنيسة محرومة منها ينبغي أن تكون زوجة الكاهن أيضاً مترفعة عن حب المال كي لا تلهم زوجها إليه وكي لا تشجعه على كل أشكال الفساد الحاصل بفعل المال الزوجة الفاضلة هي سر ارتقاء زوجها إلى علياء المسيح وخدمته هذه الزوجة يجب أن تتسم بالفضيلة كي تنقلها إلى زوجها وتثبتها فيه قد لا تعلم هذه الزوجة الكثير عن أمور اللهوت ولكن الالتزام بمبادئ التقوى والعيش بها والتربي عليها أمر بديهي في سيرتها لا يستطيع الكاهن أن يأتي من عائلة هناك شبهات حول أخلاقها بمعاني كثيرة وعليه يجب أن يكون هذا الكاهن أو هذا المرشح للكاهنوت مدروسا عن كثب من الكنيسة ومن المسؤولين في وعظة المطران جورج في يوم سيامة المثلث الرحمات بولوس بندلي قال له صراحة عرفناك منذ الحشة محبا للمسيح مثل هذا الكلام يعني أننا يجب أن نعود إلى الماضي البعيد جدا الذي يعود إليه هذا المرشح ويتتأثر به شخصيته إن كنا نتطلع إلى وجه يرضي الرب ويقود الناس أيضا لإرضاء الرب من غير اللائق أن تسود عائلة الكاهن المرشح هذا المشاحنات الخلافات الزوجية ويمكن الوقوف على كافة الصفات عندما نطالع هذه الصفات التي أشار إليها القديس بولوس في رسالته إلى ولده تيموثاوس والسلام